السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة نعمل مراجعة المادية 324 الكوز الكوز احنا حضركم مطالبين فيه بثلاث اجزاء جزء من البلوك الاولاني زائد البلوك الثالث بالاضافة للمقالات مصر ومقالة السعودية هو اول حاجة انا بيقول لي الاختلافات في الاختلافات الوصول لوز استخدام الاي سيتي اس دي معاماها information and communication technology systems هي عبارة مجموعة من السيستم اللي انا باستخدم عشان اعمل transferring او consaying storing and manipulating between and within north and south are frequently called digital divide كلمة digital divide معاماها الفاغوة الرقمية طبعا زي ما احنا حضركم عارفين انه فيه خلق ما بين استخدام التكنولوجي وما بين التكنولوجي نفسها المتوافرة ما بين دول الشمال الغني زي امريكا وكندا واوروبا ودول الجنوب الفقهة زي اوغندا وغانا والجابون مثلا sign side sign side المقصوبية sign wave that have not phase relationship are set to be orthogonal طبعا انا في الملحة كل ما عندهش حاجة غير كلمة اسمها quadrature phase relationship كلمة quadrature phase relationship هي عبارة عن مجموعة من sign wave اللي بيكون لها نفس الfrequency لكن بتختلف في الفيز بمقدار بضعة أو ثلاثة ربعة واحدة منهم بيسموها اللي هي in phase بيسموها i والتانية بيسموها quadrature أو phase او بيرموظوها برامد q اهم الميزة اهم الميزة للquadrature phase relationship الخاصية بيسموها independence مقصود بها ان انا طربت واحدة منهم في سلب واحد يعني اعجس بالفيز بتاعها او طربتهم كلهم في سلب واحد فان العلاقة او quadrature phase relationship بتفضل زي ما هي كلمة ارثاظنا اللي دي معناها كلمة معناها مميز او مختلف هي معناها مهم جدا جدا في موضوع communication نفترض دلوقت مثلا انه احنا عندنا غرفة او عندي pizza station برج والمفروض انه فيه الف موبايل بيخدمهم البرج ده المفروض انه فيه كود الكود ده بيكون مميز جدا ما بين كل موبايل وكل pizza station الكود ده بيكون ارثبنا مع كل الاكواد اللي موجودة في المنطقة اللي تخدمها pizza station يعني اللي يمكن ان يكون فيه تشابه بين الكود ده وابين باقي الاكواد اللي موجودة في pizza station عشان ما يعملش مشاكل عند receiver يستلم الاشارة ويحاول عملها store the value store the value account act as purpose designed e-currency a sequence of chips with the required property of having a noise like noise like spectrum is called فيه موضوع عند حضركه اسمه direct sequence spread spectrum في الـ direct sequence spread spectrum او الترانسموتر بيعمل عملية انكودينج لداتة بتاحته باستخدام unique code بيسموه بزيده noise sequence أو بي انسيقونس او بيزيده random sequence الكود ده اللي يعرف الكود ده هيضر يستقبل الاشارة واللي ما يعرفش الكود هتعتبر الاشارة بالنسباله كالنوز عشان كده بيسموه noise like north is a signal prior to modulation طبعا الاشارة من قبل الموديوليشن بيسموها base band sine wave بيسموها carrier signal طبعا انا عندي هنا مصطلح كمان اسمه modulation هو تعديلي او تضمين ان انا بغير بغير اخواص ال carrier signal in response to the message انا عندي دلوقتي الاشارة الانالوك اضرب عادة المسابة بعيدة لكن انا معظم شغلة على اشارات الديجتن فمقدرش اضعتها لمسافة بيت عشان اخلي الاشارة دي مناسبة للوسط باستخدم modulation يبقى الموديوليشن بيدي ممكن ان انا احط الاشارة الديجتن اولية المسج على ال carrier signal نقط supplies techniques for drafting ان انا ارفع ال data onto and the supply ways of keeping all the many transmissions that might be happened at the same time كلمة modulation بيحقين وظفتين دون ممكن السؤال يجيلي بصيغة تانية يقولي يقولي functions الخاصة بالmodulation وظيفة الmodulation بيغفر بيطارية عشان احط ان هي ال digital message على ال carrier signal او اللي هي electromagnetic waves الحاجة التانية انه يطممي انه ما يحصلش interference او يقلل ال interference او يخلي كل data سيبرت عن باقي data المرسل intelligent transport system intelligent transport system مثل نظام ساهر هو مثال socio technical system socio هو من كلمة social لان السيستم اللي موجود عندي بيكون فيه جزء بشري الجزء البشري او السوشيال ده بيكون مكون مثلا من الاشخاص اللي بيستخدموا الطرق مثلا دوريات الشرطة او من النحق نقل والشحن والتفريغ والكلام دوت التكنيكال هو الاكيزة اللي مستخدمة في السيستم دوت زي السيارات الدورية زي السيارات مثلا زي اللوحات الاعلانية المستخدمة كل دي اجزاء التكنيكال Not is a performance measure of how well a data transmission system uses the frequency spectrum طبعا هنا اللي جابه حاجة اسمه Spectral efficiency Spectral efficiency كقانون بيساوي البيتريت على البندويت البيتريت البيتريت كل ما يكون افضل كل ما يكون البيتريت اللي موجود عندي افضل فعشان يبقى عندي احسن البيتريت يبقى المفرض انه يديني higher data rate ويديني little bandwidth الديسبل الديسبل والباور هما وحدتين انا بستخدمهم عشان الديسبل والوط وحدتين انا بستخدمهم لقياس الباور بس الديسبل يديني ratio يعني بدلا ما اقول ان انا عندي 1000 ديسبل اول 30 1000 وط اول 30 ديسبل ازاي حاول ما بين الاثنين في قانون بيقول ان الكمية بالديسبل قانون بيقول ان الكمية بالديسبل بتسامي 10 log power ratio power ratio طب هي اي بقى الpower ratio الpower ratio هي عبارة عن النسبة بين received power على transmitted power اللي هي الاوب power عن input power يبقى السيستم ده مكومة مجموعة من السب سيستم الداخلية كل سيستم بيكون مكومة مجموعة من ال element و بيكون هنا الخط الخارجي ده بيسموه system boundary system boundary بيفصل ما بين السيستم نفسه وبين ال environment المحيبة بيه كلمة environment مش مقصوب بيها اي حاجه بره system لكن مقصوب بيها العناصر اللي بتأثر في السيستم او اللي السيستم بيأثر فيها لكن ما يدارش يعملها controlling فيه خاصيتين بردون عرفهم خاصية اسمع process و خاصية اسمع structure الprocess ووظيفاتها انها بتحول من input لoutput وتعمل system maintenance انما structure فهي خاصة بالfeatures اللي بتاخد وقت عدوه منشان تتغير و when there is a small delay ما بين اتون signal of one half of one period the peaks قنم of one correspond one corresponding to the throes of the other here the wave cancel أو Shannon leaving nothing this is cold فعليا انا شارف وعيزي له بس في كلمة كده هم هنا كلمة كده كلمة دي اسمها cancel out و كلمة interference انا عندي نوعية من الانترفيرنس اللي هو تداخل ما بين الاشارات وبعضها يعني تداخل ده يكون constructive interference يعني تداخل مقاوي او فعال زي ما احنا حنشوف دي اشارة الاولانية و دي الاشارة التانية لو حضراتكم تلاحظون الاشاراتين في نفس الاتجاه لو جمعناه مع بعض فالاشارة الكلية هتكون اشارة كبيرة ده يسميه constructive interference النوع ده يكون destructive interference و كنا نستخدمه فيه A beam steering اللي هو نوع من انواع ال diversity technique النوع الثاني destructive interference destructive يعني ندمر فنلاقي الاشارة الاولانية كده والاشارة الثانية كده الاتنين زي بعض بالظبط لكن المشكلة ان هم الاتنين فلتجاهين مختلفين بهم different phases فمعنى كده مليكي ننمحهم مع بعض لو دي كتت خمسة و دي كتت سالم خمسة يبقى المفروض ان المحصلة تطلع يعني هيعمله canceling each other يبقى طبعا ده النوع اسمه destructive interference عشان كنا تcancel اول Spectrally efficient system النظام اللي Spectral Efficiency بتحته بيكون زاد كفاءة طبعا ده هيديني high data rate ويلاود اندويتس شانا لسا كنت كتب القانون بيقوليني Spectral Efficiency بيساول بيكتر